هذا وغادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد زيارة لها شارك خلالها في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج عدد من الكليات العسكرية والذي أقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكان في وداع سموه بمطار برج العرب بمدينة الإسكندرية عدد من كبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية الشقيقة وسعادة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إثر مغادرته جمهورية مصر العربية برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا نصها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني وأنا أغادر بلد الثاني جمهورية مصر العربية الشقيقة أن أعرب لفخامتكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما حظيت به والوفد المرافق من حفوة الاستقبال خلال زيارة لمصر الشقيقة للمشاركة في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج الكليات العسكرية وأود أن أعبر عن بالغ احتزازي بما يربط بلدين الشقيقين من العلاقات المتينة والتعاون الوثيق المشترك مما يميز هذه العلاقات التاريخية الممتدة واستمرارها قوية راسخة في ضوء ما يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه من التواصل مع فخامتكم لتبقى العلاقات البحرينية المصرية داعمة وفاعلة نحو كل ما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وخير وصالح الأمة العربية وأركان تضامنها خاصة في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها الأمة وأمنها القومي كما أود أن أعرب لفخامتكم عن فخري واعتزازي بالتطور الكبير للجيش المصري وبما شهدناه خلال هذه الزيارة من إمكانات وجاهزية في قاعدة محمد نجيب العسكرية إحدى صروح المؤسسة العسكرية في مصر الشقيق العزيزة التي تسخر بالخبرات العسكرية الفريدة متمنيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التطور والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة داعينا الله أن يديم عليكم نعمة الصحة والسعادة وأدمتم فخامتكم بحفظ الله سالمين موفقين أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء